اهلا بكم ابنائي العزاء ابناء تخصص ميكانيكا سيانا واصلاح نظام السلاث سنوات اهلا بكم ابنائي وحلالة جديدة وان شاء الله النهاردة هنكون مع بعض في مادة مادة جميلة اللي احنا معتدين نشتغل مع بعض فيها وهي مادة البي ال سي اللي هي تكنولوجيا التحكم المنطقي المبرمج اهلا ابنائي وان شاء الله حلقتنا تدور حول البوابات المنطقية وهنبدأ بقى ناس تبدأ تجمع دواير تحكم منطقي مبرمج وتعرف ايه العناصر الاسية للدائرة ونبدأ علشان نبقى بعد كده مهندسين سيوانا محترمين في خطوط الانتاج في سوق العمل بازن الله اهلا بكم ابنائي ونبدأ مع بعض كده ناخد مدخل عن البوابات المنطقية واولا يعني نعايز اعرف بس يعني ايه بوابات منطقية ودي هتفدنا في ايه ويعني احنا ليه احنا كقس الميكانيكا احنا بندرس حاجة اسمها بوابات منطقية وبرمجة والكلام ده دلوقتي انت كمهندس ميكانيكا او كفني ميكانيكا موجود في سوق العمل انت موقتش بتشتغل على الجيربوكس وسيور تروس جنازير شغل الاليات الميكانيكية فقط بخطوط الانتاج يا ولاد دلوقتي كلها عبارة عن خطوط انتاج شغالة بنظام الاوتوميشن او نظام البرمجة فبالتالي لازم يكون عندك معلومات ويعني دراية كافية جدا بازاي تقدر ان انت تعمل عملية سيانة وفك وتجميع لمنظومات التحكم لان انت دلوقتي اي مكنة او اي خط انتاج بقى بيمشي بمنظومات تحكم آلية فبالتالي يعني مهندس خط الانتاج او مرائب خط الانتاج لازم يكون عنده دراية كاملة جدا بعناصر التحكم المنطقي المبرمج علشان يقدر لو حصل اي عطل في خط الانتاج وهو واقف يعرف العطل ده من ايه ويقدر انه يعمله عملية سيانة لاننا تخصصنا اسمه ايه اسمه سيانة واسلاح فبالتالي لازم اقدر ان انا اعرف ايه هي الاول مكونات عناصر التحكم في السيستم دوت وبالتالي اقدر من خلال معرفتي للمكونات دي اقدر اجمع دوائر تحكم منطقي مبرمج ثم ان انا اقدر ان انا اعمل عملية يعني معرفة او تصليح الاعطال في هذه المنظومات واستبدال الاجزاء اللي هي المراد استبدالها في هذه المنظومات فاحنا النهاردة حلقتنا هي مدخل لشغلك في هذه الكمبوننت اللي هي المكونات دي بوابات المنطقية هي عبارة عن زي ما بنقول كده بوابة بتدخلني علشان اروح لطريق معين طب هتدخلني واروح لطريق معين ازاي يعني انا عايزة القهرباء بتاعتي او التحكم بتاعي في خط الانتاج يخرج بتسلسل منطقي معين وبنظام اشارة معينة علشان يخرج بالتسلسل ده وبالنظام ده لازم اعمل له عملية تحكم لازم اتحكم فيه طيب انا دلوقتي هبدأ ادرس الكمبوننت او المكونات اللي من خلالها اقدر اتحكم في اشارة الخرج اللي هتخرج لي اشارة لتشغيل المكنة او لتشغيل خط الانتاج او لتشغيل اي فعل انا محتاج ان انا اشغال اولا فاحنا دلوقتي هندرس البوابات يعني السيستم اللي من خلاله اقدر اتحكم في صورة الاشارة اللي خرجة اللي هقدر من خلالها اتحكم في منظومات التحكم اي منظومة التحكم سواء كانت منظومة التحكم دي هيدرولكية نيوماتيكية بس انا عايز اتحكم فيه عن طريق البرمجة فانا بعمل البرنامج بالكمبوننت اللي احنا هندرسها دلوقتي علشان نقدر نتحكم فيه عنصر الفعل اللي انا هشغاله بعد كده تمام حبيبي نبدأ بقى نشوف يعني ايه بوابة منطقية ويعني ايه لغات البرمجة اللي احنا اتكلمنا عليها ديت احنا قلنا ان احنا عندنا طرق لكتابة اي برنامج بي لسي عندنا اول لغة من لغات كتابة برامج بي لسي اللي هي لغة المخطط الصلمي او اللي احنا بنقول عليها اللادر وعندنا لغة اخرى اللي هي لغة البلوكات اللي احنا بنسميها الفي بي دي وعندنا قائمة الاوامر اللي احنا بنسميها اللي هي ايه اللي هي احنا بنقول عليها الاس تي ال اللي احنا بنسميها الاس تي ال وفي اغلب البرامج يمكن كتابة الاوامر باحدة الطرق وتحولها الى اخرى بكل ايه بكل سهولة يعني ايه اولا دي الكلام دوت احنا عندنا في البي لسي عندنا اكتر من لغة بنكتب بيها البرامج بتاعات عندنا لغة اسمها لغة اللادر يعني اللغة دي انا ببدأ ان انا احط العناصر الكمبوننت بتاعتي في شكل كده قريب من رموز القهربة شوية دي اسمها لغة اللادر لغة الايه اللادر او لغة المخاطط السلام طيب عندنا لغة اخرى اللي هي لغة البلوكات بدل ما بحط العنصر بتاعي مشابه للقهربة لا بحط بلوك وليه رمز معين كده بيبعبارة عن بلوك كده زي علبة والعلبة دي جواها المكونات بتاعة العنصر ده وبتبقى عبارة عن الوحدة بتاعتها عبارة عن مجموعة ايه علبة بجمعها جنب بعض انما اللادر هو عبارة عن مجموعة اسلاك انا بوصلها ببعضيها زي الكهربا بالزل طيب عندي لغة تالتة اللي هي بقى انا مش بحط ولا كومبوننت ولا بلوكات ولا اسلاك انا بكتب الاوامر على جهاز الكمبيوتر والاوامر دي هي اللي بتتحولي لاشارات بعد كده وبتشغل الماكنة ودي اسمها اللغة اللغة التالتة اللي هي البرمجة لغة البرمجة بالاوامر لغة البرمجة بالايه بالاوامر بقى انا عندي لغة البرمجة باللدر للمخطط السلمي لغة برمجة اخرى بنظام البلوكات وعندي لغة برمجة اخرى بنظام كتابة الاوامر دي كده تلتة لغات لكتابة اي برنامج بي ال سي تمام حبايبي هنبدأ بقى نشوف كده يعني ايه لادر لغة اللادر دي بتبقى شكلها عبارة عن ايه اه قال لي بص اولاد احنا عندنا كهربا دايما لو انا عايز اوصل لامبة زي دي بجيب مفتاح وبوصله بفرد 24 فولت و 0A و 0 فولت طيب ايبقى انا جبت مفتاح وجبت لامبة دي كده الرموز بتاعت الكهرباء دي كده الرموز بتاعت الايه بتاعت الكهرباء لو عايز احول الرمز بتاعت الكهرباء ده لرمز اسمه البرمجة باستخدام لغة اللادر المفتاح بيتقلب معايا لشكل خطين متوازيين كده وبسميه بدل ما بسميه اس واحد ياولاد بسميه اي واحد بدل ما بسميه اس واحد بسميه اي واحد طب اللمبة اللمبة عندي هنا بتبقى اسمها ايه اسمها اتش واحد اللمبة عندي هنا اسمها اتش واحد فين في القهربة بسميها في لغة اللادر كيو وان كيو وان كيو اي كيو وان يبقى انا عندي هنا عرفت كده ان دي اسمها لغة اللادر المفتاح اتحول لخطين متوازين واللمبة اتحولت لأقواس كده والمفتاح بدل ما بسميه اس وان بقيت بسميه اي وان واللمبة بدل ما كنت بسميها اتش وان بقيت بسميها كيو وان وهنا لا يعني لمبة لا ده يعني خرج الفعل اللي انا عايز ادوره انا عايز ادور اسبندل في مكنة يبقى الاسبندل ده هو اللي هيدور هنا يبقى اسمه كيو وان عايز ادور محرك هو كيو وان ماتور اه هو كيو وان عايز ادور اه او اشغل شفاط هو كيو وان اسم الفعل ايا كان بشرط لمبة انا بسميه كيو اي كيو وان واي مفتاح بلغة اللادر انا بحوله لخطين متوازين بحوله لايه ولاد لخطين متوازين فبيقولي اللغة دي او المخطط ده اسم المخطط السلامي او لادر اه هنا بيقولي ايه بقى اولاد اه 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 هنا بيقولي ان ده اسمها لادر ديليجرام اه ميسود يعني ده اختصار للدي ام اللي هي اختصار لكلمة لادر اختصار لكلمة ايه لادر وهنا بيقول لي ان ده مخطط برمجة بطريقة المخطط السلمي الدخل بتاعنا بنسميه I1 اللي هو المفتاح ده الدخل بتاعنا اللي هو عبارة عن المفتاح والخرج بتاعنا بنسميه Q1 اللي هو زي اللامبة بتاعتنا اللي موجودة في العنصر الكهرابي بيقول لك لو احنا لاحظنا كده كأننا قلبنا الرسمة بتاعة الكهرباء وخلناها افكية وغيرنا المفتاح بتاعنا هنا بخطين متوازيين وغيرنا الخرج بتاعنا اللي هو عنصر الفعل بتاعنا بكوسين وسمينا Q1 ده كده تحويل من العنصر الكهرابي للغة اللادر للغة الايه اللادر هنا بقى يا ولاد جايب لي بعض الرموز اللي بحولها من القهرباء الى لغة اللادر بتاعتنا قال لي هنا لو انا عندي ده اسمه ايه ده normal open switch normal open ايه switch يعني مفتاح مفتوح في الوضع العادي طيب ده normal closed switch يعني ده عبارة عن مفتاح مغلق في الوضع العادي ده عبارة عن ايه اللامبة بتاعتنا او اللامبة بتاعتنا طيب احنا عايزين نعرف التلاتة عناصر دول لما يجي حولهم للغة اللادر هيبقى شكلهم ايه لو مفتاح مفتوح في الوضع العادي بيبقى خطين متوازيين مفهمش خط يقطعهم يبقى ده كده مفتاح normally open ده مفتاح ده اسمه normal open switch بس بلغة ايه اللادر طيب لو مفتاح مغلق زي كده في الكهرباء يبقى في اللادر عبارة عن خطين متوازيين ولكن بيقطعهم خط ايه في النص كده فاحنا بنقول عليه ده normally ايه normal closed يبقى ده كده مفتاح مغلق في الوضع العادي ولكن بلغة ايه اللادر بتاعتنا طيب وإحنا لو عندنا خرج زي اللامبة هنا لا خرج اللامبة ده إحنا بنحوله لQ1 اللي هو في شكل كوسين متقابلين بالمنظر ده أنا عندي دلوقتي ده عبارة عن عناصر الكهربية مفتاح مفتوح في الوضع العادي مفتاح مغلق في الوضع العادي عبارة عن لامبة طيب لما نيجي ناخد مفتاح المفتوح في الوضع العادي هيبقى خطين متوازيين بالمنظر ده لو هو لغة اللادر بتاعتنا مفتاح مغلق في الوضع العادي هيبقى خطين متوازيين ويف وسطهم خط كده بيقطعهم لو هو الخرج بتاعي أي خرج أي أن كان هنا بنسميه H1 هنا بنسميه Q1 المفتاح هنا بنسميه S1 هنا بنسميه I1 يبقى أنا لازم أفهم الرموز ما بين لغة القهربة وما بين لغة اللادر يا ولاد لغة المخاطط السلم لو في عندي مفتاح في القهربة اسمه سويتش اسمه S1 في اللادر اسمه I1 تمام لو عندي خرج اسمه H1 بالنسبة لتوصيلات القهربة بالنسبة لغة اللادر بسميه QA Q1 طيب أنا عندي لو مفتاح normal open بعبارة عن المفتاح مفتوح في الوضع العادي بالنسبة للقهربة بالنسبة للادر أنا برسمه خطين متوازيين بالنسبة للقهربة لو normal closed المفتاح برسمه خطين وبيغطعهم خط ايه في المنتظف علشان خاطر اقول ده ده عبارة عن مفتاح مغلق في الوضع الايه العادي بالنسبة لي اي فعل هيشتغل زي اللامبة أنا برسمها زي في الكهربة لامبة عادية لما بيجي ارسم اي خارج بالنسبة للادر أنا بحول الشكل بتاع اللامبة الى قوسين متقابلين وبتبقى الرمز بتاعه في القهربة H1 ولكن في المخاطط السلامي او لغة اللادر بيبقى الرمز بتاعه Q1 دي كده بعد الاختلافات البسيطة قوي بين الرموز في لغة العناصر القهربية ومناظر هذه او مناظرة هذه الاجزاء بالنسبة للعناصر التحكم المنطقي المبرمج اللي بيتم برمجتها بلغة اللادر تمام حبايبي نبدأ بقى نخش كده نشوف بعض العناصر دي يعني S وتش بتاعي ده بيبقى شكله ايه بس في لغة البلوكات بقى في لغة ال ايه البلوكات ما بعضينا كده على الشاشة اه قال لي في البلوكات بقى انا عندي ده اسمها اه بوابة انت بيبقى رسمتها عبارة عن زي تمانية بالانجلش كده ده الرمز بتاعها دي اسمها بوابة انت اللي بعدها اسمها بوابة نوت بيبقى اه عليها رمز زي اي او حرف او او رقم اا اكبر من وتحتيها شرطة وبعديها وان دي عبارة عن الدالة نور الدالة نور عندي آآ انت بردك ده طالما تمانية كده ده بيبقى عبارة عن دالة انت ده عبارة عن دالة اور طب ايه بين اور وما بين نور لو لاحظت احنا عندنا هنا عبارة عن ايه زي نقطة صودة كده النقطة صودة دي عبارة عن كويل نفي الاشارة ملف الاشارة الملف ده طالما هنفي الاشارة يبقى دي بقى نوت لو ما كانش فيه الكويل ده هتبقى نور بص نفس الرمز ده يا ولاد هو نفس الرمز ده بالزبط بس ده لقيت فيه زي نقطة صودة كده ايه النقطة الصودة ديت دي عبارة الاشارة الاساسية بيعمل لي عملية نفي للاشارة الاساسية فعلشان انفي اشارة or هتصبح العنصر بتاعي هيسمى not or not or لما اجي اقراها تبقى اسمها نور اسمها ايه ولاد نور يبقى انا عندي or وعندي نور عندي and وعندي ناند عندي and يا ولاد and هاي من غير النقطة صودة يعني ما فيهاش and فيها نقطة صودة علشان ده كويل لنفي الاشارة يبقى انا لو لاحزت شكل السمام ده هو هو بالزبط شكل السمام ده بالزبط طب ايه الاختلاف ما بين السمام ده وما بين السمام ده او ما بين الدلة او البوابة دي والبوابة ديت الاختلاف ان هنا فيه نقطة صودة ايه هي النقطة ديت ده عبارة عن كويل او ملف انا باستخدمه علشان انفي الاشارة الاساسية للدلة او البوابة لو البوابة جيالي باشارة دخول او اشارة فتح هي بتاخد اشارة الفتح دي واتترجمها لاشارة اخرى بتبقى اشارة قفل بالزبط زي ايه اولاد ليه انا باستخدم دايما دلة النفي دية لو انت شغل على مكنة وفي جهاز انذار هل ينفع طول ما انت شغل على المكنة جهاز الانذار عمال يدي يصفر ويدي الارم ويدي نور وينور كده ويقعد يصفر طول ما انت شغل على المكنة ولا لما يحصل عطل في المكنة ما الجهاز ده يبدأ هو يشتغل يبقى انا دلوقتي انا بعمل اشارة تشغيل الجهاز الانذار عكس اشارة تشغيل المكنة نفسها بقول لما تنفى الاشارة الاساسية يبدأ يشتغل جهاز الانذار فلازم احط ده اللي تنفي في ما بين اشارة المكنة واشارة جهاز الانذار لو المكنة دي وقفت في الحالة دي يبدأ يشغل جهاز الانذار فدلة نوت هنا هي عبارة عن ملف النفي الاشارة عبارة عن ملف النفي الاشارة يعني لو المكنة شغلة بدلة اند لما اجي حط لها قويل لنفي الاشارة هقول ان جهاز الانذار الملحق بالمكنة دي هيشتغل بعد ما دلة اند تحصل تقفل يعني لما يكون دلة اند مغلقة جهاز الانذار بتاعي يبدأ يشتغل ليه بقى هنا المغلق بدأ يفتح لي اشارة في حتة تانية لان انا حطت في مستيهم حاجة اسمها دلة نوت دلة نوت يعني دلة نفي الاشارة او دلة عكس الاشارة الاساسية لو الاشارة الاساسية شغالة جهاز الانذار يبقى مقفول لو عندي الاشارة الاساسية مفتوحة يبقى جهاز الانذار يبقى مغلق مين اللي بيخلي الاشارتين دول عكس دلة نفي بحطها فين في النص لذلك يا ولل لو احنا بصينا هنا على السممات اللي قدامنا دي او البوابات اللي قدامنا ديت هلاقي ان انا عندي دلة مثبتة ليه بتدين الاشارة الاصلية مفهاش مفهاش علامة سودة ودلة النفي بتاعتها فيها علامة سودة وليه دلة الاسبات اسمها اند ودلة النفي اسمها ناند طب اسمها ناند ليه لان انا حطت لها دلة نقط علشان تلغي الاند وتخليها عكس اشارة الاند القصية وتصبح ناند تصبح ايه ناند نفس الكلام ده حصل دلة ناند نقط سودة والسودة دي بتدل على القيل بتاع دلة نقط دلة نقط دي اللي هي بتاخد الاشارة الاساسية من اور وتبدأ تنفيها علشان تشغل بها جهاز جهاز الانذار انا انا بدي بس جهاز الانذار كمثال يا ولاد انما فيه حاجات كتير جدا بالنسبة لمنظومات التحكم احنا بنحتاج فانا عندي انا عكس اشارات بردك في الحالة دي انا بحط بردك دلة نقط علشان خاطر تعكس ل اشارة الدخل وال الخارج بين عنصرين ماشيين مع بعض في نفس الفعل ولكن في اتجاهين مختلفين لو عندي عنصرين ماشيين بنفس الطريقة في الفعل بتاعهم الحركة بتاعتهم ولكن في اتجاهين مختلفين في الحالة دي انا بعكس الاشارة بين العنصرين عن طريقة ان انا بحط دلة نقط تعكس لي بدل ما هي اشارة خرج لها تخليها اشارة اشارة دخل بدل ما هي اشارة تشغيل تخليها اشارة فصل تمام يا اولاد فانا عندي هنا عكس الاشارة بيجيني عن طريق كيل يسمى الكيل ده بيسمى دلة نقط والنقط ديت هي اللي بتعكس لاشارة الفعل بتاع بدليل ان انا لما كان عندي دلة لما حطت لها نقط هي عكس اشارتها بقت نقط لما حطت لها نقط عكس اشارتها وبقت اسمها نور تمام يا أولاد بفاهمين الفرق ما بين الدلة المثبتة والدلة المنفية او البوابة المثبتة والبوابة المنفية المنفية بتديني عكس الاشارة الاصلية بوابة المثبتة بتديني الاشارة بتاعتها بتبقى خارجها صريحة ما فيهاش تغيير تمام يا حبايبي طيب نبدأ مع بعضينا كده ناخد دلة دلة من اللي احنا شفناهم دول ونبدأ نشرح وظيفتها ايه واستخدمها ازيه مع بعضينا على الشاشة اول حاجة يا هناخد وابة اند او دلة اند بيرمز لها بالرمز ده يا ولادي اللي هو البلوك او المستطيل وفيه جواه رمز كده يشبه التمانية كده او الفنك وفيه عندنا لها مدخلان ولها مخرج واحد دلة اند هنا دلة لها مدخلان ولها مخرج واحد المدخلان دول عبارة عن ايه عبارة عن مفتاحين اسمه بي مفتاح طرف عبارة عن مفتاح وده طرف تاني عبارة عن مفتاح تاني وده الخارج بتاع اللي هو الكيول الخارج بتاع اللي هو انا عايز اشغله لو انا عايز اشغل هنا لمبا اللمبا دي مش هتنور في اند الا لو انا ضغط على المفتاحين دول مع بيع يبقى انا عندي عند هنا هي عبارة عن دلة لها مدخلان ولها مخرج واحد تعطي الإشارة عند الضغط على المفتاحين معا تعطي الإشارة عند الضغط على المفتاحين معا يا شباب يعني أنا ما أقدرش أخذ إشارة من عند لو ضغطت على مفتاح واحد بس لازم أضغط على مفتاحين مع بعض ودي اسمها بوابة الأمان يعني إيه بوابة الأمان يا ولان يعني هي بوابة لو أنا واقف على مقص لو واقف بشغل مقص لازم أحط في تشغيل المقص بتاعي بوابة عند هي اللي تتحكملي في تشغيل المقص ليه لو العامل شغل المقص من زرار واحد ممكن ينسى إيده والمقص ينزل إيه عليها يقطع له إيده لأ أنا عشان أأمن العامل بتاعي مش هخليه شغل المقص ده إلا لما يدوز بإيده اللي اتنين على زرارين أضمن إن المقص ده مش هيشتغل ولا هينزل إلا لما يكون إيد العامل اللي اتنين على زرارين إيه مختلفين فقال لي علشان يتم التشغيل بالطريقة دي ده اللي تأند هي اللي بتخرج منها الإشارة لما ندوز على زرارين مع بعض في وقت إيه في وقت واحد عشان كده ده اللي تأند دي أنا باستخدمها عشان أتحكم فيها في منظومة تحكم لتشغيل الايه المقصات عشان أأمن العامل اللي عندي بحيث إن يبقى إيده اللي اتنين على الزرارين اللي هيدوز عليهم عشان يبدأ ينزل المقص لو ده سعلى зرار واحد وإيده موجودة المقص مش هينزل لو ده سعلى الزرار الثاني وإيده دي موجودة تحت المقص المقص مش هينزل المقص مش هينزل اللي لو ايده اللي اتنين موجودين على الزرارين اللي هو هيدوس عليهم ويبدأ يشغل المقاص بتاعي من خلاله تماما حبيبي نبص بقى مع بعضينا كده نشرح الجزئة دي على الدلة الفعلي يبقى دلة اندي اولاد ده عبارة عن زرار فيها وده عبارة عن زرار تاني الدلة دي مش هتشتغل اللي لما اضغط على الزرارين دول مع بعض في وقت واحد علشان تخرجلي من هنا الكهرباء وتبدأ الكهرباء دي تبدأ تشغل الفعل اللي انا ايه اللي انا عايزة اشغله سواء كان مقاص سواء كان اي عنصر فعل احنا محتاجين ان احنا نشغله من زرارين مع بعض طيب احنا عايزين نشوف بقى ايه دلة اور دي دلة اور دي بيقولي يعني او او يعني ايه يعني ممكن اشغل المكنة بتاعتي دي بقى ممكن احطها في ايه اولاد احنا عندنا لو احنا لقينا احيانا كده لو انا طالع في العمارة بلاقي ان انا عندي على كل دور زرار افتح به نور العمارة كله فبالتالي ممكن افتح النور من اول دور بتاع الادوار كلها ممكن اطلع تاني دور وافتح نور العمارة كله اذا انا عندي دلوقتي كذا مفتاح اقدر من اقدر من خلاله افتح النور كله يبقى انا لو حبيه اخذ الاشارة بتاعتي من مفتاح او مفتاح اخر او مفتاح اخر احط الدلة الشرطية اور احط الدلة الشرطية ايه اور يبقى اور دي امتى اشتغل بيها لو انا حابب اخذ الاشارة من المفتاح ايه او المفتاح ايه بيه في الحالة ديه لو انا دست على ايه هيديني اللمبة بتاعتي هتنور لو دست على بيه هيديني اللمبة بتاعتي هتنور يبقى انا هنا لو دست على اي زرار منهم الشرط اللي اتنين مع بع اللمبة بتاعتي هتنور انما اند اندي لازم ادوس على الزرارين عشان يحدث اضاءة للايه لللمبة بتاعتي تمام؟ يبقى انا عندي هنا دلة أند لابد هي عبارة عن دل لها مدخلان ومخرج واحد تأخذ الإشارة عند الضغط على زراري التشغيل مع من نسبة لدلة أور هي بردك دلة أو بوابة لها مدخلان ومخرج واحد تأخذ الإشارة عند الضغط على أي طرف أو أي مفتاح من المفتاحين أو المفتاحين معا أي أن كان تعالوا بقى نشوف كده توصيلة دلة أور بالنسبة للكهرباء دلة أور بالنسبة للكهرباء بتتوصل توازي يا ولاد بتتوصل توازي بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا بأخذ مفتاح اسمه S1 وبيأخذ طرف موازي ليه بأخذ مفتاح تاني اسمه S2 لو أنا شغلت من خلال S1 هنا الكهرباء ماشية واللمبة هتنور لو أنا فصلت S1 وفتحته وشغلت من S2 الكهرباء أيضا هتوصل لللمبة بتاعتي وإيه؟ وهتنور يبقى دلة أور أقدر أن أنا أنور اللمبة ديت من خلال أحد المفتاحين اللي عندي أقدر أنور اللمبة بتاعتي من خلال الضغط على أحد المفتاحين ولازم نتذكر دايما أن دلة أور التوصيل توازي التوصيل إيه أولاد؟ توازي وليس توالي التوصيل في دلة أور توازي لذلك أقدر أشغل اللمبة من أي مكان كان من أي خط كهرباء واصل لللمبة تقدر تشتغل لذلك إحنا بنقول أن دلة أور أقدر أن أنا أخذ من خلالها إشارة عن طريق الضغط على أي زرار فيها يعني إيه أور؟ يعني أنا لو واقف فيه عمبر مكان تشغيل أنا ممكن أشغل المكان بتاعتي من الزرار بتاع المكان الأصلي وممكن أشغل المكان بتاعي من الزرار العمومي للورشة كلها مش أنا عندي في الورشة عبارة عن مجموع الزرار العمومي كده لكل المكان أنا ممكن أشغل المكان رقم واحد من الزرار العمومي أو ممكن أشغل المكان رقم واحد من الزرار الخاص بالمكانة يبقى أنا شغلت المكانة من العمومي أو من المكانة نفسها يبقى هنا الدلة اللي موجودة علشان تشغلي السيستم بالطريقة دي دلة أور إنما لو أنا عايز أشغل من خلال المكانة ذاتها من خلال زرارين مع بعض على المكانة زي المقص كده أشغل باستخدام دلة مين؟ دلة أند يبقى لازم نفرع يا أولاد ما بين الدلتين دلة أند هي عبارة عن دلة لها مدخلان ولها مخرج واحد ويتم إعطاء الإشارة بعد الضغط على زراري الإشارة في نفس اللحظة وتوصيل دلة أند في الكهرباء توالي توصيل دلة أند في الكهرباء توالي طيب بالنسبة لدلة أور هي عبارة عن دلة لها مدخلان ولها مخرج واحد ويتم أخذ الإشارة من خلال الضغط على أحد الزرارين تمام؟ طيب وتوصيل دلة أور في الكهرباء توصيل توازي توصيل على التوازي يا أولاد لازم نفرع الحاجات دي هي اللي بتخليك لو حصل عطل قدامك من نسبة لخط الإنتاج أنت تعرف الخط دا جايلك توالي ولا توازي وتعرف الإشارة اللي جايلك من دلة أنا بضغط بها على زرارين ولا زرار واحد من هنا أقدر أعرف البوابة اللي شغل بها السيستيم ديت سواء كانت بوابة أن ولا بوابة أور أقدر في الحالة دي أعرف العطل بتاعي وأقدر أستبدل العنصر بتاعي الحاجات اللي احنا بنقولها ديت هي أساسك في تصميمك للسيستيم اللي انت شغل به ومش التصميم بس لو أنت حبيت أنت تعرف عطل أو تستبدل عنصر برضك لو أنت في دماغك فاهم كويس جدا أن دلة أنت توسلها في الكهربا بيبقى أنت بيبقى توالي والأور بيبقى توازي أنا هشوف وضع المفاتيح شغالي إزاي أعرف من هنا البوابة اللي أنا شغل بها إيه وأقدر أن أنا أفهم أن أنا هستبدل أي نوع من أنواع إيه من أنواع البوابة ما بعضينا بقى كده نشوف على الشاشة بتاعتنا بقى البوابات قال لي هنا بقى يا ولاد احنا عندنا حاجة دي كنا بنسميها قائمة البلوكات احنا عندنا هنا قائمة الإجراءات أو الأوامر قال لي لو أنا عندي دلة أنت أنا بستعيد عنها لو هكتب برنامج بحرف الإيه لو عندي دلة أور هستعيد عنها بحرف الإيه لو عندي دلة نت هستعيد عنها بحرف الإيه بحرف الإن تعالوا مع بعض بقى كده نبدأ ناخد دلة أنت ونبدأ نفسر فيها بعض العناصر ونسوف إيه هو جدول الحقيقة اللي بيبدأ يدينا شرط الدلة دية إزاي قال لي إحنا إذا كان يعبر عن المنطق في يعني إحنا بنعبر عن كلمة منطقي بإن أو إيه أو إز وده عبارة عن يعني شرط حدوث الدلة إزا ضغط على الزرارين فهيبدأ أشغل أو أخد إشارة خارج من دلة أنت إزا ضغطت على الزرارين إزا ضغطت على زرار واحد أنا مش أخد إشارة خارج فحيطة الدلة شرطية يعني بنشرط لها بكلمة إزا إزا حدث فعل معين هاخد رد فعل معين فبيقول لي هنا إن أنا عندي حاجة اسمها دلة أنت دي بتمشي طبع معادلة الجبر البوليني اللي هي الإف بتساوي الإيه ضد بي بمعنى إيه بمعنى إن أنا لو عندي إيه واحد وإيه بي زيرو لو ضربتهم في بعضها هيديني زيرو يعني مش هيديني إشارة في الإيه في الإف لو أنا ضغطت على الإيه يعني الإيه واحد والإيه ما ضغطتش عليها بقت زيرو برضك لو ضربت واحد في زيرو هيديني زيرو يعني عندي الخارج زيرو طب لو انا عندي بقى ال A بواحد يعني ضغطت عليه وال B بواحد يعني انا ضغطت على السويتش B يعني انا كده ضغطت على A وضغطت على B فانا لو جيت ضربت الواحد في الواحد هيديني واحد يعني انا كده هاخد اشارة A اشارة خرج لذلك هو قال لي ان معادلة الجبر البوليني اللي ده اللي تقاند هي عبارة عن معادلة ضربية بمعنى ان ال F او ال Q اللي هيخرج لي في النهاية خارج نتيجة معادلة ضربية حاصل ضرب ال A في ال A في ال B لو عندي ال A انا ما دستش عليها يعني 0 وانا دست على ال B يعني واحد ضربت ال واحد في الزيرو هيبقى انا عندي 0 يعني انا مش اخد اشارة علشان انا ضغطت على زرار واحد لو عكست الاشارة وخليت B0 وخليت ال A1 برضا اضربت واحد في زيرو انا كده مش اخد اشارة لان الناسجة عندي هيبقى 0 انا ضغطت كده على زرار واحد ولكن لو انا ضربت لو انا ضغطت على زرارين مع بعض ال acompañ اخد اشارة بقة واحد والبي اخد اشارة بقة واحد لو انا ضربت الابعض في الواحد هيتلع لنا بواحد يعني هاخد اشارة في النهاية فبالتالي شرط التحقق هنا تم عن طريق الضغط على ايه على زرارين مع مع بعض ده كده جدوى للحقيقة اللي بيقوللي لو A ب0 وB ب0 هيبقى الF ب0 لو A ب0 والB ب1 هيبقى الF ب0 لو A ب1 والB ب0 هيبقى الF ب0 لو A ب1 والB ب1 في الحالة دي هيبقى الF ب1 وهنا نحقق شرط تشغيل دالة N تاني يا ولكن أنا عندي دالة N عبارة عن زرارين زرار A وزرار B لو ضغطت على ايه كده طالما ضغطت ديت اشارة يبقى ده ب1 عدم وصول اشارة يعني ما ضغطتش يعني 0 احنا عندنا القهربة معروفة ان هي 1 و0 وان يعني انا بشغل 0 يعني انا فاصل طيب انا هبدأ اضغط على زرار يبقى ده كده ايه 1 طب الزرار التن ما ضغطتش على ايه هلأ قدر اخد اشارة دلوقتي من أنت قال لي لا يبقى الخرج بتاعك 0 طب انا هضغط على الزرار ده وهبدأ افصل الزرار ايه بي هضغط على ايه وهفصل بي هلأ قدر اخد اشارة قال لي لا لان الاشارة بتاعتك لازم تيجي من الزرار ايه طب ايه اللي بيخلي الاشارة بتاعتك تيجي من الزرارين قال لي ان دلت ان دي بترجع لمرجعية اسمها معادلة الجبر البوليني ايه معادلة الجبر البوليني اللي بتخص دلت ان قال لي معادلة الجبر البوليني من نسبة دلت ان دلت ان معادلة جبر دربية معادلة ايه معادلة ضربية بمعنى ان الاف يعني الخرج بتاعك بيستوي الحاصل ضرب اشارة ايه في اشارة ايه بي لو اشارة ايه انت مخدتهاش يعني بزيرو في بي بواحد يبقى انا عندي هنا الاشارة بزيرو يعني مفيش اشارة لو العنصر او المفتاح بي بقى زيرو المفتاح ايه بقى واحد هتضرب بردك واحد في زيرو هيديك زيرو يبقى انت كده مش هتاخد اشارة انت تاخد اشارة لما تبدأ تضغط بالزرارين ايه مع بعضة يبقى واحد في واحد هيديك في النهاية الخرج بتاعك واحد وكده انت بتبدأ ان انت تملح حاجة اسمها جدول الحقيقة جدول الحقيقة يعني الجدول اللي بيحقق تشغيل هذه الدلة وفقا ل ايه وفقا لمعادلة الجبر البوليني لدلة ان اللي هي بتقولي ان الاف بتساوي الاف ضد بي يعني حاصل ضرب الاف في الاف في البي تمام حبيبي ده كده معادلة الجبر الايه البوليني اللي بتخص دلة ان وعرفنا ان دلة ان شرطها الاساسي ان انا نضغط على زرارين ايه مع بعض في نفس الايه الوعد طب مع بعضينا كده بقى قال لي لو انا عايز احول لغة البلوكات لغة اللادر مع بعضينا على الشاشة كده هنشوف لغة اللادر بتاعتنا اه دي بقى يا ولاد انا عندي الزرار اي وزرار بي طيب انا ده ده لغة البلوكات بردك يا ولاد انا كده عندي زرار رقم واحد وزرار رقم اتنين لما اضغط بيهم على دلة ان هيبدأ ينورلي اللامبة يعني انا اللامبة دي نورت امتى نورت لما ضغطت على الزرارين دول ايه مع بعض الزرارين دول وصلوا كهربل مين لاند اند بدأت تخرج تنور مين اللامبة اللامبة بتاعتي هنا ايه بانت ونورت تمام طيب انا عايزة باعرف ده اللي تقندي ايه الرسمة بتاعتها دي اللي ده رمز ده اللي تقندي بالنسبة للنيوماتيك وده رمز ده اللي تقندي بالنسبة للقهرباء ده اللي تقندي في القهرباء بتوصل توالي ده اللي تقندي بالنسبة للنيوماتيك بوصلها عن طريق سويتشين تلاتة على اتنين نورمال كلوز تلاتة على اتنين نورمال ايه نورمالي كلوز بوصل طرف السمام دوت بطرف الاند وطرف السمام التاني بطرف الاند وببدأ أخذ من اندل ايه الخارج واحد اند دي مش هتشتغل في النيوماتيك إلا لو دست على زرار اندل ايه مع بعض اند في الكهربا بوصلها توالي اند في الكهربا بوصلها ايه لو ضغطت على الزرار ده بس الزرار ده مفتوح اللامبة مش هتنور لو ضغطت على بيه بس الايه مفتوح اللامبة مش هتنور لما اقفل ايه واقفل بيه الكهربا هتمر من ايه الى بيه وهتوصل للامبة وبالتالي اللامبة بتاعتي هتنور تمامي حبايبي في الحالة ديك عشان كده بقود طالعه مشارط الده لان انا اضغط على زرار ايما بقى لابد من التوصيل توالي عشان لما وصلتش توالي ووصلت توازي هاخد الاشارة من اي فرع كهربا انما لما بوصل توالي انا لازم اقفل السويتشات كلها عشان الكهربا توصل لي للفعل بتاعي وبأضامن ان هي فعلا دلت امان هتأمن للعامل ان لما يكون دايس على كل السويتشات وبعيدة عن المكنة هو فعلا المكنة هتشتغل انما طول ما ايده على المكنة المكنة مش ايه مش هتشتغل لازم تكون ايده موجودة على السويتشات لذلك بضمن هذا الامان من خلال توصيل هذه الدالة على التوالي دالة ان توصل على التوالي حبيبا تمام طيب مع بعضينا بقى كده قال لي دالة اور ايه دالة اور ديت احنا قلنا اور ان انا باخد الاشارة من احد الايه من احد المفتاحين لاما من ايه او من اين او من بيه لو دست على ايه بس الوحديها هيبدأ يديني هنا اشارة لو دست على بيه الوحديها هتديني اشارة لو دست على الاتنين مع بعض برضك هتديني اشارة ده كده عبارة عن المخطط المنطقي او الصندوقي طيب ده ده اللي تقور بالنسبة لنيوماتيك في بيليا لو ضغطت على زرار ده البيليا دي هتتحرك الناحية التانية هاخد من هنا اشارة لو ضغطت على زرار ده البيليا هتتحرك الناحية دي هاخد هنا ايه اشارة لو ضغطت على الاثنين ايضا هياخد ايه اشارة طب ده بالنسبة الايه بالنسبة للدلة كمخطط ايه قهربي مخطط ايه قهربي انا ده اللي تقور بوصلها توازي بمعنى ان انا عندي المفتاح ايه مقفول هلاقي اللامبة هتنور لو مفتاح ايه مفتوح ومفتاح بيه مقفول هلاقي اللامبة هتنور اذا انا في الحالة دي باخد الاشارة من احدى الايه المفتاحة باخد الاشارة من احدى الايه المفتاحين حلو الكلام طيب احنا بقى عندنا بوابة اور لو جينا قلنا دلت او جدول الحقيقة بتاعها لو انا ضغط على ايه يعني ايه اه لو انا مش ضغط على ايه ولا ضغط على بيه هاخد اشارة لا طبعا مش هاخد اشارة يعني لو ايه بزيره وبيبزيره الافة تبقى زيره يبقى اول حالة عندي لو انا مش ضغط على ايه ولا ضغط على بيه مش هاخد اشارة من اين من الافة ولكن لو انا ضغط على ايه على بيه ومش ضغط على ايه يعني ايه زيره وبي وان في الحالة دي الافة تبقى بوان يبقى انا لو مش ضغط على ايه وضغط على بيب وان هياخد اشارة وان طب لو العكس يا وليل لو ضغط على ايه بواحد وبيبزيره هاخد ايضا اشارة واحد يبقى لو ايه بواحد وبيبزيره هاخد اشارة بواحد لو عندي ايه بواحد وبيبواحد هاخد اشارة واحد يعني انا لو ضغط على الاثنين ايضا هاخد اشارة ودي بترجع لمعادلة جابر البوليني هنا معادلة جمعية وليست ضربية بمعنى ان الاف بتاعتي بتساوي 1 بلاس a بلاس b الاف بتاعتي بتساوي a a بلاس b بمعنى لو عندي الا بزيرو بلاس ال1 بتاع بي هيديني 1 يعني 0 بلاس 1 هيديني a هيديني 1 طيب 1 بلاس 0 هيديني 1 1 plus 1 في الكهرباء بيديني في النهاية ايه 1 انا هنا برجع لمعادلة القبر البوليني اللي هي بتقولي ان ده اللي تقور هنا هي يعني بتبقى معيارها هو عبارة عن معادلة القبر البوليني الجماعية بمعنى ان الاف تساوي الاف الاف بتساوي الاف الاف طيب حلو الكلام ده احنا عندنا بقى دلة اسمها دلة نوت اللي هي الدلة اللي بتنفي عمل دلة اور او دلة اند والدلة دي اللي انا بركبها بحيث ان هي تديني عكس اشارة الدخل الاساسية لو اشارة الدخل الاساسية شغالة هي تديني اشارة مغلقة لو اشارة الدخل الاساسية مغلقة هي بتخليلي الاشارة عندي ايه مفتوحة بمعنى ايه بقى يا ولاد لو احنا هنا عندي الايه ديت انا مدخل قهرباء في عندي قيل هنا القيل ده هو عبارة عن سويتش بيعكس الإشار قيل ده عبارة عن قيل متصل بالإيه بالمفتاح أول ما القهربة بتمشي من هنا بيبدأ هو ييفل إيه أول ما القهربة ما بتمشي بيبدأ يجذب إيه يجذب المفتاح ده يروح فتحه يبقى هنا القهربة ما توصلش المين للامبة أول ما يتقطع القهربة عن الإيه تبدأ القهربة تمشي فين أول ما تقطع القهربة عن المكانة الأسسية يبدأ ده يقفل يبدأ ينور لي مين اللامبة فأنا بقول إن النوت ديت أنا باستخدمها كجهاز إنذار ممكن إن أنا أشغل به بعض الماكينات بحيث لو حصل عطل في المكانة الأسسية يبدأ العطل ده يبلي من جهاز الإنذار جهاز الإنذار يبدأ يدي ألارب بحيث إن أي حد بيرائي بالمكان يبدأ يجي على الماكينات ويشوفها هي عطلانة ليه إمتى اشتغل جهاز الإنذار لما حصل عطل والمكانة فعلا وقفت إنما هو طول ما هي المكانة الشغالة هو جهاز الإنذار مش شغال هو وقف طب مين اللي عمل عكس الإشارة بين العنصرين دولت هي ده اللي تنط لما أنا حطيتها لو المكانة شغالة قريدي بتدي إشارة غلق المين بيبقى إشارتها بتاخد إشارة المكانة اللي شغالة دي وبتدي عكسها الجهاز الإنذار يبقى في وضع إيه في وضع كلوزد مغلق لو لو المكانة بتاعتي وقفت دالة نط بتدي عكس الإشارة الجهاز الإنذار فجهاز الإنذار بيبدأ إيه ينور ويدي ألارب إن فيه مكانة عطلانة فهتلاقي الإشارتين عكس بعض واللي عمل عكس الإشارة دي هي دالة نط هي دالة النفي إيه نط ما بعدين بقى كده على الشاشة نشوف معارز الجابر البوليني بتاعتها هتبقى عبارة عن إيه؟ قال لي لو أنا مدخل هنا واحد إشارة يعني أنا دايس على الزرار يبقى الخارج بتاعي زيرو لو أنا مدخل هنا زيرو يعني هنا مفيش إشارة دخلة يبقى الخارج بتاعي واحد يعني فيه كهرباء بمعنى يا ولاد لو أنا هنا مدخل كده إيه واحد بالنسبة لي هيبقى ده بالنسبة لي إيه ده كده مغلق يعني دي منورة إنت قم منورة لو المكانة أساسا إيه مغلقة يعني لو هنا مدخل المكانة شغالة في الحالة دي الخارج بتاعها هيبقى إيه هيبقى آآ مغلق ماشي؟ طيب إحنا عايزين نعرف بعد الوقت يا ولاد العملية ناند العملية ناند دي دي عبارة عن إيه عبارة عن دلة أند وأنا حطت لها دلة نوت عبارة عن دلة أند وأنا حطت لها دلة إيه نوت عشان كده بيقول لي إيه بيكون الخارج بتاعي منفي لإن دلة ناند دي هي عبارة عن دلة أند أو نوت أند هي عبارة عن نوت إيه نوت أند ودي بتاعوضع لمعادلة الجبر البوليني اللي احنا بيقولها لها ان الاف بتساوي اي ضد بي داش اي ضد بي داش لو احنا لاحزنا ان دلت اند الاساسية كانت عبارة عن اف بتساوي اي ضد بي انما دلت ناند علشان انا حطيت دلت النفي بتاعتي بقت اي ضد بي داش اي ضد بي اي اولاد داش بمعنى ايه بمعنى ان انا حطيت دلت نوت بحيث ان هي تعمل لي عكس المين للاشارة بتاعتنا دلوقتي اولاد احنا النهاردة اخدنا بوابتين مهمين جدا 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 اللي هي بوابة اند وبوابة اور وقلنا ان بوابة اند هي عبارة عن بوابة فيها طرفين دخل وطرف خارج وبتعمل عن طريق الضغط على مفتاحين الدخل بتوعي مع بعض في نفس الوقت ولكن بوابة اور هي عبارة عن بوابة فيها دخلين وخارج واحد وبتعمل عن طريق الضغط على احد المفتاحين تمام بوابة اند بتاخدع لي معاذج جابر البوريني الاف بتساوي اي دوت بي دلت اور بتاخدع لي معاذج جابر البوريني الاف بتساوي الا بلاس بي تمام احنا كده بالنسبة لنا جدول الحقيقة بالنسبة لدلت اند زيرو زيرو يدينا زيرو 0-1 يدينا 0 1-0 هدينا 0 1-1 هو اللي بيدينا 1 بالنسبة لدلة أور جدول الحقيقة 0-0 هدينا 0 0-1 هدينا 1 1-0 هدينا 1 1-1 هدينا 1 لازم تفرق ما بين الجدول كويس جدا يا أولاد ولازم تعرف وظيفة كل دلة صح ومعادة الجبر البوليني في حالة آن دربية وفي حالة أور جمعية تمام يا حبايبي كده إحنا مع بعدينا كده أخدنا النهاردة الجزئية دي من البوابات وكان الجزئية مهمة جدا زي الدلة نوت وكده إحنا وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا الجميلة أشكركم وأترككم في رعاية الله وأمني وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا